السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو عامليني ان شاء الله يا رب دايما انت بوصح وسعادة وهنا العمر كله هنبدأ برضو تكملة الحلقة بتوعة المحشي المتفرز هنبدأ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشار خلق الله وبسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا عملنا اول جيز هو والصلاة عن النبي طيب وهنعمل واحد كمان ايه كمان واحد تاني انا بقولك احلى حلقة يعني الحلقة في البيت نفس في اي وقت تبقى ايه انا بفك الكشن ممكن الرز ما يبقاش ايه كتير ويبدأ الحبه يبقى انا عمل ايه انا بس عشان احط ايه توفذ الحب طبعا قادل لبيض وزي ما قلتلك كده طرس عشان التلج بيبقى ماسك فيه اه بس هنا بقى ايه بطلع الكوسة وطلع كمان ايه الفلفل لان ده بيستيبه بسرعة فانا هحطه من الفلفل بسي بس لعلنبي كده حاجة عصر اه وده الابي اللي اسمر بس ما تملوش للاخر بس تلاقيه غز مالك لأ اعمليه معقون بس هنا اعمليه كده اعمليه كده بالراحة لو في واحدة واخده جنب كده متحاوليش ان انت ايه تفتحيها هتكسريها كده بس بيه وهي مع السوا هتتفتحي بس ده بقى الفلفل بتاعه لو انا عملت كده عشان افتحه بس ممكن يتقطع مني فانا بس ايسو بالراحة واحدة واحدة بس اللي هو ايه بالغطى بس اهو فتحي بجي كده بالراحة بس المهم ان انت تفتحي برضو بالراحة بس المهم ان انت تفتحي برضو بالراحة بس ديش عشان مجمد لا ده مجمد اللي ممكن يتكسر مني بس اهو اهو ودي حشينة زي الفن بس كمان واحدة الكوسة بسد بس كب ينازم واحدة الكوسة المهم ان تفتحي برتدي أستطيعهم المفتوح قوي هو ده اللي تعب يعني فيه مفتوحش ولا حلو بس اه بس فيها ايه حت التلجة افضل بقى بالراحة كده بصباح الصغير لحد ما ايه حاول ادخل التلجة ده الجو مش هتاخد معايا ايه خلطة المحش بس اهو فيه تلجاية بتبقى صغيرة جوه اول ما بتفتح ابسوابعك تلج ده بيروح خلاص دايما اي حاجة سمي بسم الله ربنا سبحان الله تعالى بيبارك فيها حتى لو حاجة زيارة ربنا سبحان الله تعالى بيبارك لك فيها بس اهو مهم حاجة بصي بصباحك الصغير تزنقي كده بصي انشان ما تبقاش ايه من جوه فاضية ومعملاها بص لها فاضية من جوه يعني خلاص اللي هما مش هيكفوا تاني باقي خلاص مش مشكلة نكفوا نشيل ايه التانيين في كيس اللي احنا ايه فتحناه بصي خلاص ما عادش فيه تاني حلوين اولي كده احنا عملنا ايه شوية حلوين كل اللي باقيين بصي باقيين كام واحدة بصي مش كتير يعني اه منرجحهم تاني بص اللي احنا عملنا خليهم بقى ايه مسلا عملنا محشي ولا حالة وفض معانا شوية رز نقوم ايه حطنهم في شوية الرز اه حبز غيرين حلوين ماشي نجي بقى بعد كده عملنا ايه المحشي بتاعنا الجميل ما شاء الله هي تلعت ايه حلة حلوة الصلاع النبي كده ايه بس انا دايما ايه دايما ترفعي الكوسة فوق ان الكوسة ما بتاخدش كتير يعني زي ايه زي المحشي او الفلفل برضو ترفعي الفوق بصي اه نحاول الزباطيهم بحسي بكلهم ايه مزبوطين بصي اه بالصلاع النبي بصي حلة محشي في منتهى الجمال تعميلي ايه بقى الحلة دي بتحطيه على نار هدية جدا وتسيبيه لحد خلي بالك ده كله بيبقى تلك وبتبقى الخضار ده شارب مية عشان احنا مفرزينه فتسيبيه الاول يشرب المية بتاعته اللي هي بتاعت الخضار بعد كده بتكشف عليه لو لقتي استوى ممكن يستوى بمية الخضار دي مستوىش بتحطي عليه شوية ايه اه شربة مثلا طب ما عندكش شربة في بقية السلسة اللي احنا اعملناها دي السلسة دي حلوة جدا حمرة وجميلة بحط عليه شوية وبحط لها حبة ملح كده بتبقى زي الفول او مية عادية وعليها حبة ملح بس تكون مية سخنة او مثلا شوية مرأة المرأة عادي احنا الناس كتير بتستخدمها هيا مش وحشة ولا حال المرأة حلو نجيب الفورية واللي بيها بشوية مية بس ما تحطوش ملح بقى لان المرأة نفسها بتبقى فيها ملح بس بتاكلي بقى احلى حبة محشي بمنتهى الجمال احبت جنبه حبة مخل اللمون اي حاجة المخل اللي عندك الجميل بس بتاكلي انت وولادك بقى فانا وشفها وحاجة انت فرستها في البيت لا خرجتي ولا روحتي ولا جيتي يا رب دايما اشوفكم على خير واشوفكم في كل جديد بحبكم في الله اقول لكم ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته